طيب في الفيديو ده هنتكلم على موضوع اسمه إكسيبشن هاندلينج تعالوا نعرف يعني إيه إكسيبشن هاندلينج بيقولك إن الإكسيبشن كلمة إكسيبشن لوحدها هي عبارة عن حدث في الابليكيشن بتاعك بيحصل خلال تنفيذ البرنامج زي مثلا مساء اللي عندك هنا كده عندك فريابل أين كان اسمه إيه بتقوله هيعمل عملية حسابية بسيطة أنه هيسم خمسة على صفة الكلام ده غلط لو جيت تعاملنا حتى في الكالكيوليتور عندك هتلاقيه مطلع لك إيررور فده اللي إحنا نقدر نسميه في السي شارب أو في البروغرامينج إكسيبشن بيسترو إكسيبشن لأن الحملية أصلا خاطئة كسنتك صح مفيش إيررور في السنتكس أنت كاتب equal وخمسة وعلى زيل كل ده والسمي كولن كل ده مظبوط مثلا ما تروح ترن هيديك إيررور تعالوا نجربه حتى في الكالكيوليتور بعيد عن البرنامج اللي هنكتبه أو السي شارب لو جيت أقول له كده خمسة على صفر هتدينا إيه زيرو نحن نقدرش نقسم حاجة على الصفر ومش خمسة بس طبعا أي رقم هتديسم على الصفر هتدينا إيه غلطة منطقية اللي هي المسج اللي بتقول لك كان not divide by zero ونقدرش نقسم حاجة على الصفر عشان تتفايدة الوقوع في الأخطاء ديت بيكون بقى موجود في الوقت البرمجة ما يسمى بالإكسيبشن هندلينج أن إنت إزاي تقدر تهندل أو تتعامل مع الإيرورات ديت أو الإكسيبشن ده تمام؟ تعالوا بينا إيه نشوف الأمثلة ديت بشكل عملي في C-Sharp طيب أنا أول حاجة هعملها هنا أن أنا هروح أجرب المسال اللي إحنا شايفينه فهروح أقول له int x equal zero ورح أقول له int divide equal 5 على zero ورح أقول له إيه console write line وطلع لي والله إيه ناتج الاسم ديت طبعا زي ما إنت شايف أول حاجة رح مديك إيرور أصلا ليه؟ لأن هنا C-Sharp قدر يفهم الكمبيلر أن انت بتقسم رقم على صفر فهيقول لك لأن دي مغلطة ده غلط الكلام ده غلط يقول لك الإيرور هو division by constant zero الرقم نسابت zero يعني ده غلط فأنا مش هيكمل أصلا ولو جيب تعمل build هيطلع لك إيرور زي ما هم شايفينه هو باللحمر طيب مش هيقدر يمسكها إمتى لما انت تخبيها وراء متغير اللي هو عندنا في الحالة ديت x وكده ما يعرفش بقى الـ xd ممكن تبقى بزيرو ممكن تبقى بخمسة ممكن تبقى بعشرة ممكن تبقى بأي رقم صح؟ فكده ما مش قادر يمسكها فكده لما نيجي نرون الابليكيشن بتاعنا طب شن اسمه exception handling فعشان كده بس طلعش الاسم هنا يعني هيروح على طول عامل ايه إدى ايرور هو قالك system dot divide by zero exception فيه exception already موجود built in في السيستم اسمه divide by zero exception هنشوفه دلوقتي في الـ documentation يقول لك ان انت بتحاول دي المسج اللي معاه ان انت بتحاول ان انت تدفايد اي رقم على الزيرو فده ايه غلط طبعا لو كملنا طبعا ايه مش يحصل اي حاجة هنرجع لنفس النقطة طيب نحل مشكلة دي ازاي تعالوا كده ايه ونروح نقول له هنبتدي نجرب الكلام ده بان احنا نحطه في حاجة اسمها try and catch block تعالوا نبص على الـ documentation board طيب انا زي ما انتم عارفين انا بحب دايما نروح ايه للـ documentation الرسمية فاحنا وقفين على الصفحة الخاصة بالـ exception handling في الـ documentation الخاصة بالـ c-sharp على فوقع مايكروسوفت فبيقول لك بالله ان فيه حاجة اسمها try block وحاجة اسمها catch block وحاجة اسمها finally block block يعني مش مش الـ block اللي هي على الفيسبوك والواتساب وكده لا block يعني جزء تبلوكية كده فبيقول لك ان الـ try block دوت موجود في c-sharp بيكون جزء من الكود partition اللي انت شاكك انه هو ممكن يطلع منه error يعني انت عارف ان الكود ده ممكن بتروح مثلا تسايف حاجة في database فممكن يبقى فيش database او الـ connection واقع فممكن يدي error بتروح تجيب حاجة من فايلات import حاجة عارف ان هو ممكن يدي error فغالبا انت بتبقى شاكك فيه فبتحطه في try block ولما بيحصل مشكلة بنعمل حاجة اسمها catch block هنشوف دلوقتي زي ما هو عامل كده تحت اهو تعالوا نشوف المثال اسهل يعني من الشرح بيقولك ان احنا بنعمل try ده الكود اللي انت عايز تتراي تحاول يعني ان هو يشتغل وفي الكاتش هنا بقى لما بيحصل مشكلة في الكود ده بينزل عند الكاتش عايز يحصل ايه في الكاتش يطلع لك error يعمل حل بديل مثلا يعني ده مش صح يعني ممكن انا بنتكلم على ايه اللي بالزبط اللي بتعمل في الكاتش بس ايه مش في الفيديو او الفيديوهات الجاية دايات يعني تمام؟ وبيقولك كمان انت عندك block اسمه final يبقى احنا عندنا كده تلات انواع من ال blocks في موضوع ال exception handling ده try catch finally try الكود اللي انت عايزه يشتغل او اللوجيك اللي عايز تنفزه وخايف ان هو ممكن يكون يطلع منه error catch لما بيحصل ال error بينزل هنا فدي طريقة هندلتك انت هتحاول ال error ده ازاي هتطلع message هترمي لوج هتبلغ administrator او system user او هتعمل حل بديل مثلا final ده بقى الكود اللي كده كده هيتنفز يعني بقولك code to execute after the try and possibly the catch يعني بعد ما تنفز try وممكن لو دخلت كمان في الكاتش ال blocks دول بيروح هنا يعني سواء انت دخلت في الكاتش او لا finally ده هيشتغل سواء الكود بتاعك اشتغل او لا finally ده code هيتنفز عايز في الاخر ايه ترمي حاجة في database معينة تقول له ان ال process complete بس مش ما خلصتش كل حاجة مثلا يعني فبتحطها ايه في ال block اللي اسمه final تمام وطبعا في امثلة ايه هنا تعالوا احنا بقى نشوف ايه الامثلة بتاعتنا ونجرب المثال بتاع الاسم البسيط اللي كنا ايه بنشوفه ده طيب فهروح انا اقول له والله يعمل لي كده ايه try اتلاقي طبعا انها keyword فالونها تغير اقول له int برضو x equal zero زي ما كنت بنجرب فوق اقول له int div وطبعا دف دي يعني division اسمه يعني مش ال div بتاعت ال HTML او CSS وهنقول له مثلا سبعة على كده ايه خلص طبعا ما بديك error لان بيقول لك لازم اي try يجي معها ايه catch فبيقول لك ان فيه expected catch او finally فهقول له catch يعني امسك ال error حلها على ال error دوت وراح اقول له انا حابب ايه اللي يحصل مثلا ان انا بس مجرد هتطلع message المسج جيه هتقول له مثلا ايه exception found ان احنا لقينا exception انا شو ما نكتب اي تفاصيل دلوقتي تعالى كده نرن ال application بتاعنا طبعا اول ما هتروح run هيروح يقول لك ان فيه exception found لان طبعا فيه مشكلة ان احنا بنقسم على الصفة اللي احنا بنكلم عليها من اول فيديو يعني فقال لك ايه ان والله ده المسج اللي طلعت او ده الطريقة اللي هتهاندل بيها الكلام دوت ان انت قلت لي ايه المسج ده اتعرفتين يعني ممكن بقى اقول لك كمان ان انت ممكن تقول له هنا كده بين قصين كده تقول له exception ex او e زي ما تحب يعني وتطلع له المسج نفسها اصلا يعني تيجي تقول له هنا كده والله ان ال exception exception is ده ال exception ده والله اللي هو ex.message ده المسج اللي بتطلع في ال error في ال visual studio هنا او في ال exception في ال stack موجودة هو يقدر يطلعها لك بشكل ايه المسج مجردة كده من غير كل التفاصيل التانية ايه اللي بتطلع فعلا ما تيجي ترن هيقول لك كده ايه exception is المسج اللي احنا كتبينه attempt to divide by zero تمام؟ طيب المسج اللي طلع دي طبعا عشان ايه الحتة بتاعت ال read line زي ما انتو ايه عارفين طلعت ايه خلاص ايه من غير السطرة طويلة بالله فعلك exception is ايه temp to divide by zero المسج اللي اصلا موجودة لو عايزين نبص على ال ex ده موجود فيه ايه ممكن نوفد debug كده نحط هنا breakpoint كده ونرن دوس F9 على كيبورد او بتحط ايه click هنا كده تعالا ما نبص على ال ex دي فيها ايه خلاص ال exception تعمل له سروه بقى موجود اهو يبتدي بقى يقول لك والله فيها عندي property اسمها data عندك بقى مثلا حاجة اسمها source جاي من exception handling المسج اللي احنا طلعناها اسمها temp to divide by zero ال stack trace اللي انا بنكلم عليه كل حاجة موجودة عندك في حاجة اسمها stack trace انا بنكلم عليه ممكن في ال advanced chapter يعني لسه مش هنبص اكتر من كده وايه ال error طبعا متاعنا ايه هيطلع ممكن بقى نروح دلوقتي نزود الجزء الخاص اللي قلنا عليه ال block الاخير اللي اسمه ايه finally هتلعي برضو key word ايه موجود اسمها finally نروح اقول له والله انا عايز result تطلع لي هنا مثلا هقول له هي دي ايه منشان اعملتها ايه بال placeholder مفيش مشكلة دي هيكون فيها ال def تمام بس محتاجين ان اعرف ايه ال def لان ال scope بتاعها موجود تحت فقط فهروح مجرد بس ان انا اعرفها هنا كده ال def بس من غير ال operation ديت و هنشيل طبعا اشان ما نعرفها اشتبه روتين انشلنا التعريف من هنا بس كده خلاص مجرد بس declaration و initialization كده مبدأي فوق و نشيل بقى ال x طالما خلاص حطناها ب zero فوق بس لو جينا نران كده بقى ايه اللي هيحصل لو هي غلط اسم على صفر يعني هيطلعينا ال exception وهيطلع علينا برضو النتيجة حتى لو هي غلط فهيقول لي صفر ال result صفر لو انا بسلا بطلع مجموح حاجة او بعمل حاجة في الاخر انا محتاج بالاخر قيمة ترجع لي ممكن نرجعها بقى null zero على حسب ما انا عايز او logic بتاعي ال application بتاعي شغال ازاي تعالوا بقى نجرب ندهاله صح مرة يعني لو انا مثلا ندهاله سبعة سبعة على سبعة بواحد طبعا احنا كل حاجة عمين نجربها كانت غلط من قبل هو قال لك ال result 7 وما طلعش ال exception ايه بتاعنا لانها شغالة بشكل مزبوط يعني اعتقد ايه الفكرة وصلت الى حد ما دلوقتي تعالوا اخد نسال تاني انا هقفل كل الكلام ده يبقى برضو ايه موجود لو حد عايز يرجع له بدل ايه مفضي الشاشة والس يعني تعالوا ناخد مثال تاني نقول مثلا عندنا array فيه عبارة عن strings نسمي colors مثلا يكون فيه مثلا حدة الوان white و red black white and red فعندنا int index equal 5 ال index اللي هنطلع بيه دلوقتي ال value هيكون فيه خمسة انا زودت line من دلوقتي هوا عشان ايه ما ننساهوش وتطلع على رسالة شكلها وحش اللي هو بتعجبنيش دي هرور بقى اقول له ايه try طب قبل ال try تعالوا نشوف الاول انا هعمله ده ينفع او لا لا ايه طلع هنا exception او لا لا اقول له console right line فعايز اطلع القيمة بتاعة ال array طبعا نحن كلمنا في كورس المقدمة على ال array يعني احنا عندنا دي ال index رقم zero هنا بعد كده واحد بعد كده اثنين لان ال c-sharp بتعد من زيرو فاقول له لو طلعت له زيرو مثلا طلع لي القيمة اللي موجودة في ال index zero هيقول لي black مفيش اي مشكلة اقول له واحد اثنين هيشتغل لا اقول له مثلا تلاتة مفيش قيمة في تلاتة هيروح مدي ايه؟ اررر على طول وقال لي النوع ده اسمه index out of range exception ال index was outside the boundary of the array ال index ده خارج حدود ال array ده مفيش القيمة ده مش موجودة احنا شوفنا امكان الكلام ده قبل كده في ال array ممكن اتدوري طبعا على شكل ال index كده انا برضو خمسة بعد القيمة برضو هديني نفس ال error لان خمسة دي مش موجودة في ال array دوت مش قيمة الخمسة ال index بقى خمسة لو قلت له واحد هيقول لي white عشان هيروح يجب لي ال index الموجود في ال array اللي هيساوي عندنا ايه؟ اركح خمسة تاني وهروح ابتدي اقول له لا والله دي هتتحط طالما دي ممكن تطلع لي error على فكرة احطها كده لو عايز في بعض الناس تحبية تختصر الكود يعني طالما سطر قليل يعني كأنك بزبط قسمتها وهي هقول له والله الكاتش بقى هنا هروح بقى انا بيتعارف ايه الاسم بتاع ال exception اللي بيطلع فهروح اقول له هنا كده اسمه index out of range exception حسنا وهنسمي ايه مثلا وتحت هنا اقدر كده اقول له ايه console.rightline طلع له المسج بتاعتي او زي ما انا عايز يعني ممكن اطلع له المسج بتاعتي وطلع له ال exception كمان اقول له ايه error happened انا كده ما استخدمتش ايه ال ايه هنا خلص اجي تران كده هروح يقول لي ايه error happened يعني اللي في مشكلة حصلت زي ما احنا ايه اعرفين ممكن برده اطلع له ال e.message زي ما احنا شوفنا في المثال السابق قال لك index وطلع لنا message فقط outside the bounds of the array زي ما شوفنا في ال runtime بس طلع حليف message اقدر بقى تلحها في message box بعد كده في page لو عندي حاجة html وcss وjava script طبعا او لو برمي الكلام ده في log اقدر طبعا استخدم الكلام ده في ان انا ايه اقول له حاجات ليها معنى يعني مش مجرد error كده وخلاص يعني ممكن كمان بقى تيجي تزود بقى الكلام ده خلي بالكو بقى ايه ركيضوا عشان الموضوع ما اللغبطش مننا ايجي اقول له win keyword بتستخدم مع ال catch لو كان ال index اصغر من سفر اصلا احنا بيبتدي العد من zero فكده خلاص مفيش من سفر ده مفيش حاجة اصلا فقدر اطلع له message معناها او المفيد بتاعها ان انت خلاص بتدخل ارقام سلبية مش سلبية يعني طاقة سلبية لا سلبية يعني رقم سالب يعني negative numbers يعني اقول له ايه كده طلع لي والله هنا كده ان ال index cannot be less than zero وقدر اعمل كمان concatenation مع ال message ده اللي هي هنا اعملت run كده قالك هنا un handled exception اللي هو العادي ليه لان ما دخلش في ال exception ده خلاص لان هي ال case بتاعتي ما بقتش ان هي اصغر من السفر يعني انا وقفت هنا كده اعمل breakpoint هو مش هيخش هنا اصلا هو ال index عندي بخمسة شايفين خمسة صغيرة هي مش هيخش هنا لان قلت له وين كاني قلت له if كده بالظبط فهو راح تطلع ال default message اللي عنده مش اللي عنده انا مش اللي اعملها في ال exception هتشتقل امتى بقى هتشتقل لما هروح اعمل ودي feature موجودة تانية قدر اعمل اكتر من catch فهو راح اقول له catch مش catch في المطلق لا هاخدها له كده بالظبط copy بس مش هخله هلو اصغر من zero هقول له اكبر من او متساوي zero طلع لي مثلا message داني هقول له ايه مثلا index is not e negative number هو مش negative number بس but ممكن بقى ان يكون catenate مع المسج اللي هتطلع عندنا حلوة دي هقول له e.message ايه رائب كده لو جينا نرون كده طبعين هو index is not a negative number ده اللي انا كتبه وده المسج اللي طالع ايه من ال exception كي ان احنا احنا نكمل عليها الجزء اللي خاص ايه اللي هو هين ده e.message index was outside about of the array طيب عشان نجرب الجزء ايه اللي فوق دي خلاص فهمنا ان هو دخل الحتة ديت ما دخلش ديت لان هي خلاص بقت بتساوي او اكبر zero لو قلت له بقى ان انت minus 1 مثلا هيروح طالع عند اول واحدة اللي هو يقولك index cannot be less than zero index was outside about of the array ان هو اصغر من صف وكمان خارج حدود ال array اللي هي ايه المسجين دول طيب لو قلتها zero اقول لي black على طول ولا دخل في اللي قال من zero ولا دخل في ال exception الثاني اللي هو برضو ايه موجود عنده في القريفة ما داش error اصلا يعني مالوش علاقة اذا كان هو zero ده بيساوي all condition هنا متحقق بس الكاتش اصلا هو منزلش في الكاتش هو الكود اشتغل عادي انا عارفيني ان هو بينزل من الكاتش انا بيدي كلام داني عشان ايه اللي لسه الفكرة مش واصلة توصله لما ال error اللي في ال try ما يشتغلش او يحصل فيه اي مشكلة بيبتدي ينزل يشوف الكاتش هل فيه حاجة مناسبة ادخل فيها او لا تمام؟ وممكن تديله كمان واحدة تالتة في المطلق تقول له كاتش كده وخلاص خش فيها وطلع لي error طبعا دي ايه يعني حاجة امبيجيوس عايمة كده شوية ما فيهاش ايه ايه تفاصيل يعني وبرضو ممكن نعمل finally ونطلع ايه زي ما احنا ايه متعودين كل الكلام الظريف ده تمام؟ طيب هنشوف مثال تاني اخير برضو ايه هسيب الكود هنا دوني ثانيتين بالظبط كده بقى المثالين موجودين عندنا نروح نشوف مثال تالت برضو هنعمل راي كده نسميه numbers وهنحط فيه ايه مجموعة من الارقام 1 4 0 2 مثلا ويهنقول له عندنا variable اسمه divide بساوي 0 هنروح بقى نقول له ان انا كل شوية عايز اجرب ايه رقم من هنا على هنا تمام؟ فنروح اقول له مثلا try ان القود ده انا عارف انه ممكن يطلع error فنروح اقول له divide equal numbers وهو الاري تعال نقول له مثلا 0 دي هتبقى فيه حاجة تريكي شوية احتاجك تفكر فيها على numbers 1 احنا بنعمل ايه هنا بقى بقول له القيمة اللي موجودة في الـ index 0 اللي هي 1 اقسمها على القيمة الـ index اللي في numbers index رقم 1 اللي هي اربعة يبقى 1 على اربعة 1 على اربعة يعني كام 0.25 اللي هي ربع يعني تمام؟ تعال نحط الكاتش مفروض انتفكر هيتطلع علينا ايه ده علمان ايه اخلص كده في السريع الكاتش اللي هيتطلع من هنا تعالوا نحنا مرة فتاة عملنا ايه عملنا مثالين اللي هما index out of range exception تعالوا نعمله برضو ونعمل حاجة تانية عشان من الشرط يبقوا اثنين زي بعض انا يقوله index out of range exception ايه وهقوله طلع لي والله ايه ماثنج وهعمل واحد تاني catch تاني اسمه divide by zero عشان عندي هنا zero موجود في القرية فانا مش حابب انضايح صل رح اقول له برضو ايه طلع لي المسج عشان برضو لو حابب استخدامها في اي حاجة وممكن بقى زي ما عملنا في المثال اللي فايت اقول له catch في المطلق لو في اي حاجة طلع هولي عمومة وممكن برده اقول له الأرور ده هيكون ايه يا ممكن ادهاله اقول له exception-e واقول له console-right-line-e-message وخلص على كده وفي الاخر خلص كده هنزل اقول له في final block اللي كده كده هيتنفذ زي ما احنا اتفقنا اقول له ايه result divide طلع لي ان result هتكون هي ال divide اللي هو ايه ال variable اللي هنا ده كده ايه الدنيا اتمنى تكون واضحة يعني وفي الاخر برضه عشان ما ننساش فكرت بقى ايه اللي هيحصل هنا لما نقسم ده على ده هيطلع كام لما نقسم واحد على اربعة هيطلع كام تعالوا نران ونشوف سيشارب ايه بيقول لنا ايه سيشارب بيقول لنا سفر لما نقسم واحد على اربعة بيقول لنا سفر الكلام ده صح ولا غلط اصدامك اقولك ان الكلام ده صح يا سيشارب مش هيغلط الكلام ده صح هيقسم هيطلع الناتج صفر عندك فكرة بقى ليه الناتج يطلع صفر الناتج هيطلع صفر بكل بساطة عشان احنا بنتكلم كل ده على اعداد صحيحة من غير اي ارقام عشرية احنا بنتكلم على انت لو انا خليت الكلام ده float كده وهنا برضو float ونجي نران اعتقد هتتفاجئ طلع علينا ال 0.25 اللي هي بتمثل الربع 1 على 4 دي حاجة ايه خارج الموضوع بس ايه عشان تسترجع وتفتكر الكلام ال data types طيب لو انا بقى جيت هنا اقولت له انا عايز اقسم 1 مثلا على 0 اللي هو في ال index 2 نحن نقولنا دي 0 1 2 فانا هقسمه على 2 مفروض يطلع ايه بقى نجرب كده راح قال لي attempt to divide by 0 والله الapplication بقى زكي انا بخليها ب 0 قال لي انت بتحاول تقسم على 0 مش هينفع طب لو غيرت خليتها اربعة اللي هو دي اللي هي index 1 هيقول لي برضو attempt to divide by 0 exception اللي هو طالع هنا طب لو انا اديته حاجة خارج اصلا bounce وزي array ها اقول له لا والله اديني هنا تسعة فيش تسعة خلص هاقول لي لا والله ده index was outside the bounce وزي array شايفين ايه يتعامل بشكل كويس طب لو اديته بقى مثلا قلت له واحد اللي هي هنا على اخر حاجة موجودة عندنا اللي هي اتنين لا واخر حاجة تبقى ثلاثة معلش كده هيقول لي اتنين اللي هما ايه بقى ان احنا اربعة اعلى اتنين سأقال لي خلاص ما طلعش ايه exceptions وقال لي ايه two اعتقد كده ايه الدنيا ابتدت توضح شوية او اتمنى يعني فيه كلام كتير بيتقايدل في ال exceptions هنتكلم عليه كده في فيديو هين جايين برضو ان نغطي نقطتين مهمين ومش هنطول فيه اكتر من كده يعني فعليش لو طولت عليكم في الفيديو دوت اتمنى اكون ايه الفكرة وصلت واشوفكم في فيديو خلاص